السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحبكم يا الشباب رجعناكم للمكطع الجديد المكطع هذا سيكون عبارة عن رئيس الأسبوعي وبداية إفنت الهالوين أو اللي هو الفستفل الفلوسط طيب شباب من غير ما نطور في المكطع لا تنسونكم مشتركوا في القناة لا تنسونكم مشتركوا في القناة ما انتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين وخلونا نبدأ طيب شباب زي ما انتم شايفين اول ما دخلنا اللعبة على طول عطونا ان فيه دبل نايت فول للأسبوع هذا لو انكم حابين تفرمون وبيرضوه في نفس الوقت فيه الفانغارد بوستر معناه اللي بيرنك للفانغارد أو زفالة يمديكم ترنكون الدبل اللي كنتم رح ترنكونه لو انكم قاعدين تلعبون في الأيام العيدية بالإضافة زي ما قلت لكم فستفل الف ذا لوست بدأ اليوم ورح ينتهي فيه تقريبا سبعة احد عشر يعني تقريبا اسبوع انا وثلاثة بالكثير ولكن على الموم مرحبا نطول عليكم شباب هذا رح يكون رأى اخر ريسة اسبوعي من نسبة للسيزن هذا لان انا مسافر بكرة بإذن الله دعواتكم فقط هذا كله اللي اطلبه منكم لا اكثر طيب شباب خلونا نبدأ على السريع من نسبة لريد كوروتا اول شي شباب راح يكون الشالنج في الانكاونتر الاول بالإضافة شباب انه الميشن تغير صار ميشن يعني يمديكم تفرمونا على اسلاح الاي كيلوس للناس اللي بتفرم على اسلاحة الاي كيلوس عامة لانه واحد من افضل الاسلحة اللي اسم جيز الارك اللي ممكن تلعبونا في اللعبة طيب شباب بالنسبة الكروسوب اللي يا حلوين عندنا ريفت وعندنا مومنتم كنترول لانه راح نلعب شويتين مومنتم كنترول في اشياء راح تطلب مننا ان نلعب مومنتم كنترول او كروسوب العامة فاحطوا ببالكم شي هذا وترايلز راح يرجع اكيد في الويكند بإذن الله يا حلوين يوم الجمعة بالنسبة الثاني شي يحب نتكلم عنه اللي هو الريد والدنجن من نسبة للريد عندنا غاردن وف سالفاشن رغو ان ما احد صار يلعب او لكن غاردن وف سالفاشن وعندنا الدنجن اللي هو فيتوفيرسي افضل دنجن ممكن تفرمون فيه على ارمارات يا حلوين طيب من نسبة للغران ماستر يا حلوين زي ما قلت لكم قبل شوية نايت فور راح يكون عبارة عن سكارلت كيب بواحد ما اقول اسهل ولا اقول صعب يعني عادي متوسط وراح نشوف السلاح عند زفالة لما نروح نشيك علي من هناك ولكن زي ما قلت لكم قبل شوية حلوين فاستفل اف the loss بداء معناها في افنت كارد جديد زي ما انتم شايفين قدامكم وعندنا سبعة عشر تحدي لازم نسويها ولكن من غير ما نطول عليكم المقطع خلونا نشوف الشالنجات الاسبوعية وعندنا سبعة شالنجات في الاسبوع التاسع خلونا نشوفها كلها ونشوف اش عندنا الاسبوع هذا طيب شباب من نسبة الاول شالنج يقول لكم اذبحوا اعداء فاي مكان في العالم ولكن لازم سلاحكم يكون نفس سوبركم يعني سوبر سولر ايه لازم يكون سلاحكم سلاح سولر لو سوبر فويد معناها سلاح فويد لو سوبر ارك معناها ارك فبس باختصار حطوا سلاحكم نفس السوبر اللي انتم قاعدين تستخدمونه وقتلوا ادس في اي مكان واذا قتلتوا الاعداء في جوة الهلوين راه يعطيكم نسب اكثر من نسبة للشالنج الثاني يا حلوين يبغانا نذبح اعداء بفويد او سولر في الالتر وفي سامنينج اللي هو المشن اللي موجود على اليمين في الهلم بالنسبة للشالنج اللي بعدها يا حلويني يبغانا نخلص لوس سكترز في نيبتون او سافاثون، ثرون وورد او يوروبا طبعا اللي هي الهونتد لوس سكترز اللي هي حقت اليفنت هذا راح تعطيكم نسب اعلى فحطوا المعلومات ببعلكم ياروحوا نسوون لوس سكترات في نيبتون اللي هو نيامونة او سافاثون عالم سافاثون او يوروبا او يمديكم تدخلون على هونتد لوس سكترز اللي هي حقة الإفنت وراح تنحسب لكم برضو والهونتد لوس سكترز رح تعطيكم نقاط أكثر من نسبة للشالنج اللي بعدها يبغانا نجيب الأورنمنت حق سلاح السيزن يا من عند زفالة يا من عند الدريفتر يا من عند شاكس وراح تخلصون للشالنج هذا زي ما انتم شايفين قدامكم أنا كنتم مخلصة على طول منسبة للشالنج اللي بعدها يشبابا يبغانا نروح للمنطقة المون ونخلص باونتيات أو نلعب ببليك افنس أو نسوي بترولز أو نسوي لوس سكترز وراح تنحسب لكم النسبة المئوية على حسب الشيين انتم قاعدين تسويونا منسبة للشالنج اللي بعدها يا شباب يبغانا نلعب كروسبل طبعا المفروض للشالنج هذا كان ينزل أسبوع اللي فات لأنه يطالب مننا نلعب آيرن بانر رح يعطينا نسب أكثر ولكن آيرن بانر مهي موجودة فما عندنا غير كروسبل رح نلعب كروسبل تقريبا 15 قيم وراح تخلصون للشالنج هذا إذا ماني غلطان بالنسبة لآخر شباب معانا رح يقول لكم اللعبوا النايت فول على صعوبة الهيرو أو أعلى أربع مرات فباختصار أنا لو مكانكم رح ألعب على صعوبة الهيرو أربع مرات وراح أخلص للشالنج الى أخير طيب هذي منسبة للشالنجات الأسبوعية كاملة خلونا ناخذ تفرع السريع من نسبة للستور طبعا زي منتم عارفين فيه أشياء كثيرة نزلت جديدة مع الهالوين راح نشيك عليها ولكن طبعا أكيد مو في الفيديو ولكن بالنسبة للشياء البرايت دستي حلوين أول شي عندنا الشي دارين واثنين كلهم حقون الفستفل الفذلوس يا شباب لا تنسون لكم تأخذونها إذا لأنها ما حترجع لبعد السنة فعطوا المعلومات بباركم بعدها شباب عندنا ترانزمات فكت ونتم نزيم الطيارة بـ 450 عندنا جوست حق الساحرة بـ 2850 عندنا يموت حق القبر بـ 3250 هذا من نسبة لصفحة البرايت دست في الصفحة الرئيسية من نسبة للبرايت دستي حلوين أو صفحة البرايت دست كاملة عندنا يموت 3250 عندنا يموت أزرق بـ 400 عندنا جوست اليقطينة بـ 2850 عندنا طيارة بـ 2000 عندنا سبارو بـ 2500 وعندنا الأورنمنت حق البراسايت بـ 1250 وصراحة شكله رهيب مرة مرة شكله رهيب أنصحكم فيه صراحة وعندنا الـ Ghost Projections الأشياء اللي تنحط فوق القوست بـ 1500 ثلاثة ترانزمات إفكت ونتم نزيم الطيارة بـ 450 وعندنا أربع شيدرات حلوين كل واحد فيهم بـ 300 طيب آخر شي راح نتكلم عنه يا شباب راح نروح التاور ونشيك على Ada 1 بالإضافة شباب راح نشيك عن زفالة ونشوف إيش سلاح السيزن أو سلاح الأسبوع هذا حق الـ Nightfall طيب شباب بالنسبة لـ Ada 1 جابت شيدر جديد أول مرة أشوفه فحطوا في بالكم الشي هذا للناس اللي تبت شيك على الثلاثة الشيدرات اللي موجودة عندها بالإضافة للـ Armourات زي ما قلتلكم زي ما انتم شايفين فيه Spikes مرة قوية جاية هنا ولكن في مكان غلط ولكن على العموم لا تنسون لكم دائما تشيكون على الـ Armourات وإذا تبغونها كـ Ornament برضو لا تنسون لكم تأخذون آخر أخر شي نروح نزيم جهة زفالة وفي نفس الوقت لا تنسون برضو أنه بداية الإفنت معناها العجوز رجعت أو بعض الناس قالوا لا تسبها لا تقول عنها عجوز Evil Evante رجعت في التاور عشان الإفنت حق الهالوين ولا تنسون برضو أنكم تبدؤون الإفنت لو أنكم حابين أنكم تخلصون إشياء الإفنت كالعادة يعني بالإضافة كل مرة رح أذكر فيها بكل الـ Reset طبعا لأن هذا غير الـ Reset بالنسبة لي ولكن على المهم لا تنسون لكم تروحوا تشترون Ascendant Aloy وخمسة Enhancement Core كل يوم الـ Enhancement Core ولكن الألوي مرة واحدة فقط لا تنسون الشي هذا طيب باختصار ما أطول عليكم الإفنت رح أبدأ الحالي ما أحبدأ في التصوير ولكن على العموم لا تنسون لكم تروحون شي يكون عن زغالة للناس اللي تبات شيك لو يمديها تشتري أي سلاح من الأسلح اللي عندهم وحبني أذكر على الشغلة هذه رغم أننا مسوي عليها مقطع ولكن لا تنسون لكم تصرفون كل الإنقرامات لأنهم فعليين الإنقرامات سووا فينا حركة مرة وصخة لأسبوع اللي في السيزن اللي فات ولكن على عموم زي متم شايفين السلاح راح يكون عبارة عن السايد آرم البزرد يا حلوين هذا من نسبة لسلاح النايت فول للأسبوع هذا طيب شواب ما في أي شيء ثاني حاب نتكلم عنه آخر شيء حاب نقول لكم لا تنسون لكم مشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين وزر لايك يا حلوين وراح نشوفكم بذن الله لما نرجع من السفرية سلام عليكم